بس بعد 8 سنين نيت ايه حسن نيت ايه حد كتير حيقول لي طب ما تتشطر كده وقل لنا لا انا ما بتشطرش دي مسألة فيها حسابات كثيرة وفيها يعني انا ما عنديش اقتراحات حتى يعني ما مش هتشطر وافرض عضلاتي واقول لك ايوة نعمل كذا لا 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 ده هنا بالمسألة فيها حسابات كثيرة ويجب النظر الى عناصر كثيرة حتى نصل الى حل ما او او ده مش حل ولكن ده الواقع انت هتعيش كده يعني على ما يحصل والله المية عدت عدت والحمد لله بتعدي يعني غاية دلوقتي انت ما عندكش مشكلة حقيقية بل بالعكس يعني السنة اللي فاتت قاله ان المية كانت اكتر فحتعيش كده وتعيش على الوعد بتاعهم اللي هو بيقولوا اللي هو انت خايف من ايه انت والسجدان خايفين من ايه ما هو شغالين زي الفل وفي ناس واخدى الامور ببساطة ولكن انت عندما تتحدث عن نهر ليس مغلق يعني ايه ده نهر عابر للدول نهر دولي النهر ده مش بتاع اسيوبيا بس يعني يمر في عدد من الدول فما ينفعش حد واحنا عندنا تجارب انظروا الى سوريا وانظروا الى العراق الاتراك عاملوا فيهم ايه الناس دلوقتي بتمشي في النهر بيمشوا في النهر انا لا يعني انا مش بقى هتقول لي انت بتخوفني لا ما بخوفكش بس هقصد انه قطرة المياه والرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح انه لن يتهاون في قطرة مياه نصدنا يجيلنا كله ده بقى حييجي ازاي انا معرفش هل الامور تترك للوضع عادي ما المياه بتيجي وهو اصلا هو كده كده لازم حيفتح لانه خد بالك من حاجة هو من الثلاتاشر توربين او الاربعتاشر توربين هو مشغل اتنين والليام الجادي ايشغل سبعة هو عشان يشغل التوربينات دي لازم يفتح المياه تعدي لانه في النهاية يا جماعة اسيوبيا مش عاملة ده عشان المياه فاهمونا ان اسيوبيا عملت ده عشان الكهرباء ولانه ستين في المية من الاراضي الاسيوبيا ما فيهاش كهرباء فهو سد تنمية ليس سد مياه يعني اسيوبيا ليس عندها مشكلة مياه عندها مشكلة كهرباء فهل حنقدر نوصل معهم لحل ام انك ستضطر في النهاية انه تعمل اجراءاتك اللي انت بتعملها دلوقتي بسرعة شديدة وبهمة شديدة جدا صرفت عليها فعلا مليارات بس دي مسألة لا يمكن يعني انت مثلا عما تشوف ما يسمى بالدلتة الجديدة الاراضي اللي بيتم التواصع فيها وتوفير المياه اللي بتاع المياه دي كلها بتجي منيه